بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضرتكم معنا في ستوديو الأبطال النهاردة جولة جديدة مع كرة السلة رجال الجولة الثانية أو جيم تو في الأدوار الإقصائية بستو فايف في دور التمانية الأهلي ومصر التأمين المباراة ستقام أيضاً على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة في تمام الساعة السادسة يعني بعد حوالي نصف الساعة من الآن ومن المنتظر أن لا يكون تأخير لأن الحقيقة ما فيش مطش قابلينا على الصالة بس حقيقة نروح للمباراة نحب نقول لكل أم في مصر كل سنة وانت طيبة النهاردة عيد الأم نحن سعداء النهاردة نحن على الهوى عشان نبقى فرصة يعني نقدم باقة من الورد لكل أم مصرية كل أم تحملت العناء والتعب عشان تربي أولادها بنقول لها كل سنة وانت طيبة أمهاتنا وحتى اللي توفهم الله ربنا ارحمهم إن شاء الله في الجنة ونعيمها كل سنة وأم مصرية طيبة ويا رب يا رب دايما يعود علينا الأيام بخير وزمانتوا حضراتكم عارفين الأم هي 3-4 المجتمع هي يعني 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 مش محتاجة تكلم عن دور الأم النهاردة بس بنقول كل سنة وكل أم طيبة عشان نجعل مطشنة وحب راحب في البداية بديو في المنورين في استوديو الكابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي وعضو حالي في لجنة انتقاء المواهب بننادي الأهلي أهلا بيك يا كابتن طالب أهلا بيك يا كابتن عيساب بالرحب بكابتن محمد السلعوي نجم نجوم النادي الأهل السابق ومنتخب مصر وعضو لجنة انتقاء المواهب الحالي أهلا بيك يا كابتن عيساب وحنا مع حضرتك نبعد تحية لكل أمة مصرية كل سنوية طائبة كل سنة كل أمة مصرية بخير يا رب إن شاء الله تود عليها الأيام بخير عودة إلى المباراة النهاردة المباراة الثانية يا كابتن سلعوي يمكن الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز فرق 35 نقطة في المباراة الأولى إن شاء الله منتظر إن شاء الله أن يكون أداء النهاردة جايد شاء في المباراة النهاردة زاكت المباراة برضو نفس الوطيرة هتمشي على وطيرة واحدة النادي الأهل يحب يفرد سيطرته من أول المباراة ويفرد أسلوب لعبه ويفرد إمتاع الجمهير ويستمر في عروضه الجيدة والنتيجة لا تقل عن برضو نفس الفارق وأعتقد أن النادي الأهلي حالته البدنية والفنية عالية وخاصة بعد كاس مصر قد إلى رفع الروع المعنوية وأن المباراة أعتقد ستخلص في ثلاث مباراة ليس خمسة إن شاء الله نحن نحتاج مباراة واحدة من المباراتين الجايين غير بتاعت النهاردة اللي هي بره ملعبنا بره ملعبنا مع نادي مصر تأمين على ملعب المقاولين العرب أعتقد أن نحن نحتاج مباراة واحدة بس ويبقى عندنا فطة الراحة يقدر نحط فيها برنامج المدرب ويحط فيها مباراة الودية ويجهز العيبة ويجهز العيبة ويجهز الدور قبل النهار اللي هو يكون أهم الأدوار إن شاء الله كنت انتهى الرشايف المباراة النهاردة إزاي خاصة بعد الفوز الأول اللي كان أول أمس وتابعنا على شاشة قناة نادي الأهلي بفارق 35 نقطة هو أعتقد أنه هو هيبقى نفس السيناريو وإن شاء الله هيبقى الفوز للأهلي وأعتقد كمان إن شاء الله هيبقى بفارق كبير أنا بس أنه إحنا عاوزين نقول أن طبعا الهدف الأساسي أن أنا أتأهل الدور اللي بعده صحيحة كمان إن شاء الله الهدف الكبير أن أنا أكسب البطولة بس إن شاء الله إن شاء الله اللي واضح بالنسبة ويدي رغطات حية يا كابتل من أرض الملعب يمكن نادي الأهلي يمكن أو الفرقة النادي الأهلي بدأت تتجمع على الفاول الشتء أو المنطقة الحرة عشان بيتكلموا عشان يبدو يستعدوا المبرأة خلاص إن شاء الله بإذن الله إذا ما قلنا إن شاء الله ما فيش تأخير مبرأة تقام الساعة 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 في معادها أو يمكن لو فيه تأخير يبقتها تاربع داعي بس بالنسبة للمطش الهدف برضك يعني فيه هدف تاني للمدير الفني بسر الوجستي إن هو يجرب ناس جديدة ونما حضرتك لو طلعنا على التشكيل هنيجي هنيجي لتشكيل هنيجي لتشكيل ونستعرض فيه مثلا خرج ناس من التشكيل ودخل ناس كانوا مصابين طب ما نستعرضي التشكيل معاك يا كابتل يعني فرصة حدكت لما فتحت تشكيل لو التشكيل جاهز يا جماعة يريتنا أرده على الشاشة مع كابتن طاهر رجال بتشكيل نادي الأقل اللي هو يهم طبعا جامهين نادي الأقل اللي نهاردة تعرف التشكيل اللي هيخوض المباراة تفضل لكابتن طاهر هو تشكيل عمر علاء زهران معنا تشكيل على الشاشة تفضل لكابتن عمر علاء زهران رجع للتشكيل وطبعا أهاب أمين عمر الجندي مروان سرحان مروان سرحان طبعا ده بعد إصابة طويلة رجع تاني وده طبعا هو لعب بيلعب في المطش ده كمان يعني على سبيل التجربة يعني لأن طبعا أكيد هو حاسس أنه هو لازم ياخد بقى حساسية الملعب يعني يدي له ثقة في أنه هو يعني إن شاء الله يكون لي دور في البطولة دي إن شاء الله إن شاء الله وهو سيف سمير مودي الجرحي أحمد إسماعيل مايكل تومسن المحترف محمد أبو الناصر ويوسف المعداوي وعمر طارق ومؤمن طارق خيري نعم إذن يعني شاهد التشكيل تغيير طفيف على المبرأة الفاتت خروج أحمد مهيب من التشكيل وخروج أيضا عبدالله ناصر ودخول عمر علاء زهران لما كانه الطبيعي في المشاركة وكمان مشاركة مروان سرحان لعب نادي الأهلي المصاب كان مصاب في شرخ في يده اليمنى ورجع يشارك في المبرأة بالشكل جيد الحمد لله على السلامة لمروان كابتن محمد لك تعليق على التشكيل ولا التشكيل هو تغييرات مصر غسطي في حدود يعني عايز أقول إن هو ما بيصدق حد يبقى سليم يروح زقه في التشكيل يعني مروان سرحان أعتقد بقاله فترة كبيرة ملعبش ودي تجربة إن يلعب دلوقتي عشان ياخد السمي فاينال والفاينال إن شاء الله المؤمن طريق خيري لعب أثبت وجوده في الفترة المبرأة الصادقة فاستمر بالتشكيل حصل تبديل بين عمر علاء زهران وأحمد مويب لأن علاء زهران كان من المبرأة اللي فاتت كان غايب عن التشكيل أعتقد برضو هي عملية توفيق وتبقات طيب كابتن ياريتنا استعرض مع سادة مشاهدين قائمة رجال سلة نادي مصر التأمين بعد طبعا المبرأة الأولى أكيد إحنا يعني استقررنا بشكل كبير على القائمة خلاصة إنه خروج المحترف وانتقاله النادي يسموحه ولكن النهاردة مصر التأمين عامل فرقة 12 لعب مصري بيلعبه إنه استعرض برضو مع سادة مشاهدين محمد مصطفى مودي رقم واحد محمد علاء رقم اثنين بهاء الدين رمضان رقم خمسة محمود الزياد رقم ستة أحمد خالد سبعة محمد بنداري عشرة أحمد سامي 11 عبد الرحمن يسري 15 عمر عبد القادر 21 زياد أيمن 23 كريم الدهشان 24 محمود الشرشابي 28 أحمد عادل 88 وهي نفس التشكيل مفيش اختلاف فيها وما تضفش أو هو فريقه مطاعم ممكن بواحد أو اثنين من النشيط طب استاذ الحضارك كابتن طهر لو نستعرض مع سادة المشاهدين أيضا لجهازة الفنية نبتدي بالجهاز الفني للرجال سلة الأهل نستعرضهم سريعا مع سادة المشاهدين تفضل لكابتن طهر طبعا المدير الفني الأسباني أغوستي بوش أحمد الجرحي المدرب العام كابتن أحمد الجرحي المدرب العام كابتن رامد دياستي مندرب كابتن طرق الغنام مدير إداري دكتور وليد الخراط إداري محمد الشيحي مخطط أحمال دكتور هايسم الضبع أخصائي علاج الطبيعي كابتن محمد تجاد طبيب الفريق نادر خزام أخصائي التغذية وكابتن علاء اللطفي محل الفني كابتن محمد عيسى أخصائي تدليك ومساج حامد الكاس مهمات أشكرك يا كابتن كابتن محمد سلعي وأجل حاضرتك نستعرض أيضا مع السادة المشاهدين سريعا الجهاز الفني اللي الرجال سألت مصر للتأمين الحقيقة اللي بيقودهم طبعا كابتن محمود سيد مدير فني كفء وعلى قدر يعني عالي جدا من الأخلاق والفنيات فضل لكابتن وبرضو عايزة ديف إن كابتن محمود من الشخصات المحترمة جدا اللي هو كان ماسك الفريق الأول كان مدير فني وبعد كده نزل بقى رئيس قطاع النشئيين ورجع تاني محتاجه الفريق نعم فضل مدير فني كابتن محمود سيد مدرب عام كابتن محمد محمد حامد مدرب كابتن وليد عبد السلام علاء حسين المدير الإداري سعد محمد مخطط أحمال والدكتور محمد المصري طبيب الفريق أشكرا كابتن محمد يمكن ده كان الجهاز الفني طبعا الجهاز الفنية وكمان الخاصة بالنادي الأهلي ومصر التأمين وخلينا استعرض مع حضراتكم مواجهة الفريقين الفريقين السنة دي اتقابلوا أربع مرات خلال هذا الموسم الموسم الأول أو المغرأة الأولى كانت في نصف نهائي بطولة القاهرة وانتهت بفوز النادي الأهلي فرق نقطة واحدة 73 و 72 في مواراة كان غايف فيها تومسون المحترف وثلاث لعيبة أو أربع لعيبة المشاركين في المنتخب غابوا عن هذا اللقاء وانتهت 73 و 72 المواراة الثانية كانت في ذهاب الدور الترتيبي وخلصت بنتيجة 68 نادي الأهلي 78 مصر التأمين ودي أحد الهزيمتين الاثنين أو الهزيم التلاتة اللي تعرض لهم النادي الأهلي في الدور الترتيبي مواراة مصر التأمين المواراة الثانية في العودة في ملعب مصر التأمين نادي الأهلي قشر عن أنيابه وانتهت المواراة 97 و 52 بفارق حوالي 45 نقطة وكان ده يعني أكيد المواراة الأولى كانت تلقي بزلالها المواراة الأخيرة اللي كانت أول مبالح ولتابعناها على شاشة قناة نادي الأهلي وخلصت بفوز النادي أهلي 84 و 49 أي فارق 35 نقطة يمكن أرجي يا كابتن طهر يعني عامل مهم جدا النهاردة حدك قلته أنه يعني مشاركة الناشئين أو الشباب ويمكن أحدك دايما بتقول أن المكاسب المباراة ما بتبقاش بس النتيجة أو الفارق ولكن في مكاسب أخرى وهي تجهيز اللعيب وهو مش مكاسب المباراة دي بس مكاسب كل البطولات اللي كسبناه أن الناشئين كان لهم دور وكان لهم دور كبير نعم وتجهيزهم دوا بيبقى حطت في اعتباره أن المتشاط اللي ممكن يديهم فيها ثقة بيديهم مساحات كبيرة زي بطولة القاهرة زي قبل كده ذكرنا كده مرة زي مباراة النهاردة زي مباراة النهاردة أو المباراة اللي خاتلت بدليل الناس كلها سألت فهو فين عمر علاء زهراد عمر علاء الظهراد لأن هو كان ليه دور كبير لدرجة أن المنتخب الأول منتخب مصر الأول اختاره اخده هو وعبدالله لو ما كانش شارك مع نادي الأهل بانتظام ما كانش هروح المنتخب أعزائي المشاهدين خلينا نطلع للفاصل ونرجع نكمل كلامنا لسه الكلام الفني مستمر عن مباراة الأهل ومصر التأمين ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد وبنفكر حضراتكم اللي مش هقدر يشوف مطشنة على شاشة قناة النادي الأهل يدر يتابعنا على صفحة الفيسبوك قناة النادي الأهل أو اليوتيوب تشانل لقناة النادي الأهل المطش مزاع في بث مباشر وخلينا بفكر حضراتكم المباراة دي المباراة رقم اتنين في سلسلة خمس مباراة اللي هيفوز ثلاثة منهم هيتأهل لدور قبل النهائي احنا فوزنا في المباراة يتبقى أربعة لو فوزنا المباراة دي والمباراة القادمة بإذن الرحمن نتأهل مباشرة اللي قبل النهائي اللي هيتلاعب بعد شهر من الآن عشان مشاركة أو نادي الزمالك مشاركته في بطولة أفراقيا أو تصفيات بطولة أفراقيا فيتوقف الدوري لمدة شهر أرجع على ضيوفي كابتن يمكن المباراة النهاردة يعني البعض يظن أنها مباراة سهلة ولكن المباراة يعني يعني ممكن نشوف مفاجآت لأنه خمسة وثلاثين بنت الماتش اللي فات ممكن يعمل أريحية لللاعبين ممكن مصر التأمين تبقى نازلة عايزة تتعبر عن نفسها وتقول لا لا موجودة يعني المباراة مش بالسهولة اللي الناس متخيلها حسابيا سهلة لكن موقعيا في أرض الملعب ما فيش حاجة في كرة السلة سهلة الجهد العرق المجهود تنفيذ الخطط وأعتقد أن مصر المستي لن يسمح لأحد بأنه ياخد المباراة على محمل اللي مش جدي اللي مش جدي ملوش مكان أعتقد بالنسبة لسياسته لكن في المباراة لم تكن صعبة بالدرجة اللي احنا متخيلنا هتصير على نفسه وطيرة المباراة محتاجة دفاع قوي محتاجة سيطرة على جبديا محتاجة جبديا وأعتقد مكاسب الثلاث بطولات اللي فاتوا بطولة القاهرة كاس مصر دورة العربية أعتقد ما بقاش في حاجة إلا كل اللعيب واخدون على الجدية أربع بطولات صحيح أربع بطولات ومفيش هزار يعني هما اللعيبة لسه عندها شغف اللعيبة حسن أن الموسم اللي فات يعني كان عندهم حالة من البدل وكما نستحقوا يكسبوا بوراك كثيرة ولكن النهار الموسمين اللي فات الموسمين اللي فات عشان نقابرد احنا صحيح فهم عندهم شغف وكمان دعم مجلس صلاة النادي الأهلي دعم لا محدود لفرق الجماعية الفرق الأعاب الصلاة بالذات مش كورت قدر رجال وسيدات الحال اه رجال وسيدات دعم غير محدود بالنسبة مجلس الإدارة واهتمام كافة أعضاء مجلس الإدارة بالمباريات وحضرهم ودعمهم طبعا والنشاط الرياضي يعني يعني أنا اللي عايز أقوله برضو إن المباراة سهلة حسابيا يعني على الورق والألم آه لا إحنا أحسن كلاعيبة لكن لازم يترجم في الملعب لازم أنه لازم ديبقى فيه روح جدية جدية في الدفاع كابتن طهر يمكن خلينا استعرض محددك يمكن من أفضل مسجلين مباراة أول مبارح كان أمر طارق كان أفضل مسجلين برصيد 16 نقطة أمر طارق المباراة اللي فاتت مع مصر التأمين كان هو هداف الفريق برصيد 16 نقطة يالي إيهاب أمين 14 نقطة يالي يوسف المعداوي 10 نقاط النهاردة التلات لعيبة دول حطين حوالي 40 نقطة من مجمل وكان مؤمن طريق خير حطوا 8 نقاط وعندنا عمر الجندي 7 نقاط أحمد إسماعيل 7 سيف سمير 7 تومسون أحمد مهيب بيدو أبو النصر يعني يمكن فريق كل حاطط الجميل بقى يا كابتن أن أعلى أسست كان المباراة اللي فاتت عمر الجندي عمر الجندي 9 أسست وده يترجم لك أنه دور عمر الجندي في الملعب مش بس سكورر لا طبعا هو معروف عمر الجندي بأنه هو رجل هداف وسكورر على مستوى عالي ومع ذلك هو بدلوقتي بيلعب حسب الموقف اللي قدامه حسب لو تمسك فهو بيعمل أسست لزميله والظاهرة بتاعت أن السكورر متوزع ما فيش حد بقى جاي مع حاجة وعشرين بونت دي ظاهرة إيجابية وصحية شايفة إيجابية كبير طبعا إيجابية لأنك متش ألاب واحد لأنك زائد الدور يعني كله له دور في الاثناشر وبعدين زائد أن الروتيشن بتاع المدرب هو اللي بيخلي أن السكورر بيبقى إلى حد متوزع ما بين كل اللاعبين نعم وبعدين في المباراة بتاعت النهاردة أو أي مباراة المدير الفني بيغير ويدخل ناس جديدة عشان يديها ثقة بس في حدود مش مفتوح إنما يعني ما زال عنده الناس اللي هي تقدر تكسب المطش بكل سهولة بردك وما يقدر ش ضحي يعني بيهم أو يعني يعني مثلا نهاب أمين عمر الجندي موجود الكورتيم يعني اللي هما الركاز سيف سمير عمر طارق مايكل باردك تومسون لي دور كبير محمد أبو النصر ففي مثلا كابت أقول لها أرقام مثلا في الرمية الثلاثية في المبارا اللي فاتت شطنا 27 رمية ثلاثية جبنا تسعة وهي نسبة مرتفعة يعني الثلث تقريب 33% نسبة جيدة جدا بالزبط يعني هي ممكن تكون أفضل شوية ولكن يعني 35-30% ده من 35-35% ده نسبة مبا يعني مبا بيجيبه في أنا مش عايز أنسى حد في معداوي يعني أصد أقول لك أنه يعني نجحنا في الثلاثية لو خدنا الرمية الحرة جبنا 12 من أصل 17 نسبة عليها بس ممكن أحسن ممكن أحسن بس نسبة أقل من كده يعني عشان برضو نسبة معورة كمانين ممكن يكون نسبتنا بره ملعبنا بتبقى أحسن في الرمية الحرة ليس سبب هل الحلق ناشف هل مش عارف دايما بطابعنا أوقات كثيرة بتبقى نسبتنا في الرمية الحرة بره ملعبنا أحسن تفسير حداك هل تركيز بإيل هل في ملعبك بتريح هل الحلق ناشف مش عارف لما تبقى بره ملعبك وتركز بالطريقة دي ده برضا ظهير يعني يقولك ده عنده سنس التهديف أو في أي حلقة بتلعب عليها طالما الراجل عندك سنس عالي في الشوتينج أو سنس عالي على البسكت هل حكيت في أي ملعب هتلاقيه خدع على مجرد التسخين خدع للحلق وبقى يجيب سكور نعم فانت كنت عايز بزادي في النقطة بسيطة بالنسبة لعمر الجندي عمر الجندي لعيب يمثل عنصر خبرة كبيرة جدا واتزان في فريق الاهلي التسعة السيس اللي هو عملهم أو التسعة المساعدات اللي هو عملهم ده هي عبارة عن عملية تفضيل الزميل على النفس ودي طبعا ممكن تضاف له لسكور لأنه ممكن يعني بس دي هي الروح اللي موجود السنة يعني دي برضو دي فاضي بديله اكتر مني بديله مش مهم أنا جبت كام مش مهم جبت كام لكن دي روح موجودة الآن في الفريق يعني يعني عمر الجندي جاب سبع نقاط أفهم من كلام حضرتك أنه عمل تسعة السيست متوسط هنقول متوسط ممكن يزيد بس عمل السيست 18 نقطة 18 و7 25 نقطة يبقى هو ترجمته أو تقييمه أنه ساهم 25 نقطة أو يوصلوا لأكتر من 25 نقطة هو لو عمل كم حاول يفعل بسكت مش شرط يكون تسعة طيب كباتنا أستاذ حضراتكم خلينا نروح لأرض الملعب وزمالينا العزاء فاروق صلاح وسلاح حامد اتفضل لفاروق طبعا كل التحية لكابتن عيسم السعيد مباراة بك كابتن عيسم مباراة بديوفك الكرام كابتن محمد السلعاء وكابتن طاير رجب وبكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان مباراة بالزميل سالة حامد موعد جديد ومباراة جديدة بتتجدد هنا في صالة الأمير عبدالله الفصل ومواجهة ما بين النادي الآلي وفريق مصر التأمين في مرحلة بيست أوف فايف طبعا نظرنا لضيق الوقت كان على الجانب الآخر سالة استعدادات فريق مصر التأمين نظرنا لضيق الوقت بعد المباراة الأولى استعدوا من جديد لهذه المباراة بالفعل يا فاروق زي ما أنت قلت بس طبعا نخلين في بداية أرحب بكابتن هايسم وبديوفه الكرام وركبات الانكبار في الستوديو الكابتن محمد السلعوي والكابتن طاهر الرجب وبكل مشاهدة ومتابعي شاشة قناة نادي العالي في كل مكان وفعني يا فاروق زي ما أنت قلت ممكن الوقت دايق ما كانش فيه غريوم واحد بس بيفصلنا ما بين المباراة الأولى والمباراة التانية في الدور التمانية أو البس أوف فايف من بطول الدور السوبر لكرة السلة الرجال يمكن في اليوم ده بس يعني النادي مصر التأمين واصل لتدريباتها بشكل طبيعي تحت قناة الكابتن محمود سيد ويعني بعد التدريب كان فيه زي محضرة بسيطة ما بين كابتن محمود واللاعبين طبعاً بيتكلم فيها معهم على بعض النقاط الضعف والقوة الموجودة في فريق النادي الأهلي وأن هم إزاي طبعاً يحاولوا أن هم يحققوا الفوز على النادي الأهلي بتاني مباراة من المباريات في مرحلة الباستوف فايف كمان خلني أتكلم شوية عن الغيابات والإصابات الموجودة في صفوف الفريق واللي هتغيب النهاردة إن شاء الله يعني من اللاعبين عن مباراة مصر التأمين والنادي الأهلي الإصابات الموجودة إن شاء الله هيكون محمد إبراهيم ومحمد أسامة محمد إبراهيم بيعاني من قطع فيه رباط اللصليبي ومحمد أسامة بيكسر فيه يد اليسرى كمان من ضمن الغيابات يا كابتن هيسم يعني فيه طبعاً لعيبة انتقلوا في شهر يناير في انتقالات يناير لأندية أخرى في مصر يعني فيه جونس المحترف لمصر التأمين انتقل لنادي سموحة ومحمد يونس في الماكرز أربعة انتقل لفريق المصرية الاتصالات بجانب كمان محمد بنداري اللي يعني خارج السكور أو خارج القيمة لفريق مصر التأمين بسبب رؤية الفنية لكابتن محمود سيد وبكده يعني برضو تاني مصر التأمين هيواجه النهاردة النادي الأهلي بدون وجود محترف وبسبب يعني إنه ما فيش العيبة كتير الموجودة في صفوف في فريق مصر التأمين أو في السكور لفريق مصر التأمين يعني قرر كابتن محمود سيد إنه هو يصعد العديد من اللعيبة من قطاع الناشئين منهم بهاء رمضان ويزياد أيمن عشان يعوضوا الغيابات اللي موجودة في صفوف مصر التأمين يمكن كمان يعني فاروق زي ما نادي الأهلي يعني أو زي ما مصر التأمين استعد المبارادي بشكل قوي أكيد نادي الأهلي كمان استعد بشكل قوي تحت قيدة ميستر أجوستي بوش بالفعل كابتن عيسم على الجانب الآخر طبعا استعدادات مكثفة الفريق نادي الأهلي عقب المباراة الأخيرة كان الفريق عمل طبعا الريكافر واللي استشفى يوم المباراة ثم كان التدريب الرئيسي بالأمس طبعا قبل التدريب كان ميستر أجوستي بوش طبعا عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين شرح أبرز النقاط والإيجابيات والسلبيات اللي كانت فيه المباراة الأولى اللي جمعتنا بين الفريقين نادي الأهلي طبعا عنده مجموعة من الغيابات عن هذا اللقاء يعني قدرنا نحن للحظات كده مع الدكتور عيسم يعني نستعرض لعيبة المصابين عايزة أطمنك أنه عمر عزب إن شاء الله خلال أسبوعين هيكون موجود إن شاء الله في التدريبات الفريق ثم أيضا إبراهيم الجمال خلال أسبوع أو عشر تيام طبعا عقب المباراة الأخيرة اللي سيكون يوم الخميس إن شاء الله المباراة القادمة طبعا هيكون فيه فترة توقف لمدة شهر النهاردة طبعا غياب أيضا للرؤية الفنية دي أحمد دموهيب واللعب عبدالله ناصر بيدو وبيبو زهران طبعا دي مجموعة من اللعبين اللي بتغيب للرؤية الفنية هي الأحظات هتنطلق المباراة من خلفنا يا كابتن أيسم دي طبعا كانت مآهنة كل الكواليس كل الأخبار من صالة الأمير عبدالله الفصل من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم السعيد فروس صلاح وصلاح حامد بشكركم شكرا جزيرا يعني غطيتوا كل اللي احنا التأسيرات اللي عندنا واتطمنا الحمد لله على المصابين بشكركم شكرا جزيرا يعني أخبار جيدة كابتن سلقاوي جاية من الملعب الحمد لله المصابين عندنا النهاردة مروان سرحان بيرجع عندنا عمر عزب إسبوعين إن شاء الله رفت التغقف وتجمال كمان عشرة أيام يعني إن شاء الله ممكن نروح على يا رب يحفز كل اللعبة نروح على القابل النهائي وإحنا كاملين إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كانت تظاهر سريعا أنا شاف خلاص لحظات وتنطلق المباراة توقعات حددك المباراة أنا أتوقع أن هيكون الاسكور مماثل المباراة اللي قبل كده أنا ما أعتقدش لأن طبعا أنت برض يعني حضرتك لما تيجي عمر علاء زهران كان قاعد بره أنا شايفه هيموت هيموت هتلاقيه نازل عام وهم كمان بوصلتهم مسج أو رسالة إن لازم تحارب عشان تلاقي مكان جوقي بالضبط وبالزاد في الديفنس نعم وهو يتميز بإن هو بيعمل ديفنس بصار في النظر إن خبراته لسه برده كلا إيلف إن هو بيعمل فاولات سريعة شوية إنما هو راجل ديفندر أنا متأكد إن الناس دي عايزة تظهر زائد يوسف المعداوي زي مؤمن طارق خيري يوسف المعداوي كنت حسن بلعب فينل مش بلعب مباراة ولعيب كويس لعيب يعني جاب سكور هو ثلاث واحد في التهديف عمل ديفنس عمل هم حاجة بقى اللي عملها الريباوند جاب ريباوند فعلا طايمين كويس واخد مكان كويس طبعا كل الحاجات دي بصرف النظر بقى عن الدنك اللي جلاه وبتاع بس طبعا هو أكيد دي حاجة يعني هو كان عايز يبن أحسن ويبن أحياني وتم بردك يعني الكلام معاه بصورة يعني شديدة شوية عشان ان هو ما يكررش الحاجات دي والدليل ان هو وثق فيه ان هو حطه كمان النهاردة تعفيس في المعدد دا وكابتن حط عشر نقاط المباراة اللي فاتت وجاب تلاتة ريباوند دفاعي يعني يعني برضو كمشاكلة يعني أول مشاركته بشكل جيد بشكل لا بشكل قوي قوي أرقام حلوة كابتن سلاحو طبعا طبعا وجاب تلاتة بهمت وجاب تعف كم أسست عامل تلاتة أسست مع الدواء عامل تلات أسست في الزكورشي أو في الستاتس فيعني ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق أنا شايف خلاص يا كابتن لحظات خلينا نروح لأرض الملعب بأستاذ حضراتكم عزيز المشاهدين نطير إلى صالة الأمير عبدالله الفيصل لنقل أحداث مباراة كرة السلة جيمتو في الأدوار الإقصائية الأهل ومصر التأمين مع معلقنا الكابتن أحمد منع فإلى هناك ترجمة نانسي قنقر